مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغل لايك ومن فضلك سيب لي تعليم هنتكلم النهاردة عن فنانة كانت بتلعب الدور التاني في الأفلام زمان تتميز بملامح أوروبية جميلة المخرجين حبوها وطلعوها على الشاشة بأدوار البنت الأرستقراطية قررت أن هي تعتزل الفن وتركز في بيزنس تاني كتير مننا ما يعرفوش حاجة عنها وعن قصة حياتها تعالوا نعرف النهاردة عن الفنانة أمينة نور الدين الفنانة أمينة نور الدين مولودة في اسكندرية يوم 5 مارس سنة 1910 بدأت العمل الفني والتمثيل وهي صغيرة في مدرسة حلوان الثانوية كانت المدرسة بتقيم حفلات تمثيلية بل إنها كمان اتعلمت البيانو على إيد ناس متخصصة لما كبرت شوية ما كانتش مركزة في موضوع الفن أوي عشان كده استمرت في العمل بعيدا عن المجال الفني واشتغلت في السفارة البولندية كمان اشتغلت في مجلة من المجلات الفنية كصحفية نشطة بتقحم نفسها في أعمال ما تطرقش ليها الفتيات في وقتها كانت هواية الفن بتطردها وما قدرتش تبعد نفسها عن موضوع الفن ده علشان كده كانت بتحرص على متابعة النشاط المسرحي وبتقعد مع الفنانين وورا الكواليس واقتنعت ان المسرح هو مستقبلها وكان بيدي فلوس حلوة وقتها فاستقالت من السفارة البولندية واشتغلت في المسرح القومي براتب 10 جنيه في الشهر وده رقم كويس وكبير كان أول أعمالها اللي ظهرت بيها بشكل واضح فيلم اسمه مصنع الزوجات تم انتاجه سنة 1941 من اخراج الكبير نيازي مصطفى اشتغلت أمينة نور الدين في السينما برغم رفض والدها التركي ان هي تشتغل في الفن وكان وقتها يعني الناس بتبص للفنانين نظرة غير ان الناس بتبص عليها دلوقتي والدها شايف ان مجال التمثيل ده ما ينفعش ان بنته تشتغل فيه كان رافض تماما ان هي تشتغل ولكن بعد ما كان خلاص هيعلن افلاسه وافق مجبر ان هي تلعب شخصية الطالبة في مصنع الزوجات علشان تساعد الفلوس اللي هتدخل لها من التمثيل وكمان غير السينما كان ليها دور في المصرح كبير زي مثلا مصرحية المتحذلقات مع الممثلة رأيه ابراهيم وانا كنت عملت رأيه ابراهيم قبل كده هحطلكوا رابط الحلقة بتاعتها في الوصف تحت شايفين اسم المصرحية المتحذلقات صعب قوي يعني الاسم ده من الحاجات القديمة الصعبة حاجات كتير واعمال كتير شركت فيها الفنانة امينة نور الدين وهي كلها طبعا افلام لان وقتها ما كانش فيه تلفزيون وما كانش فيه مسلسلات نفتكر فيلم المتهمة والشريدة نداء القلب بنت الشيخ شعر العسل بين نارين بعيدا عن الفن بقى والقصص الفنية بتاعها الفنانة امينة نور الدين لها قصة مع الامار لما خسرت كل فلوسها نشرت مجلة الاثنين والدنيا في العدد الصادر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1942 كانت الفنانة امينة نور الدين في فرنسا قعدة في فندق وكان معاها حوالي 100 جنيه وده رقم كبير يقدر يقديها يعني يمكن حوالي اسبوع واكتر في باريس وكمان يكون معاها فلوس تسافر بيها وهي نزلة في يوم من الايام في البهو بتاع الفندق لقيت الناس قاعدين بيلعبوا امار من كل الطبقات ومن كل الجنسيات والترابيزة الخضرة الشهيرة بتاعت الامار دي فقررت ان هي تنزل وتلعب والحقيقة ان هي لما لعبت خسرت ما كانش معاها ولا مليم وقتها هنا كانت حاسة بصدمة كبيرة لان الفلوس اللي كانت هتوعد بيها لمدة اسبوع وهتسافر ببيئة الفلوس على مصر ما بقاش معاها ولا مليم قابلها شخصة امريكي وقال لها انا ممكن اديكي 100 جنيه واسعدك يعني فقالت له انت هتساعدني مقابل ايه قال لها مقابل الخاتم اللي في ايديكي الخاتم اللي في ايديها ده كان هدية من شخص عزيز عليها وكان قمت وقتها 400 جنيه ولكن هي معهاش ولا مليم فقررت ان هي تدي له الخاتم وتاخد منه 100 جنيه المفروض بقى خلاص تطلع على قضتها علشان تقعد الاسبوع وتروح على مصر بالفلوس ولكن عنيدة فقررت ان هي تلعب تاني بالميت جنيه في ساعة الربع كانت خسرانة كل الفلوس اللي معاها وما بقاش معاها ولا مليم تاني بتقول كان هيصبني اغماء علشان اللي انا وصلت له وهي ماشية خارجة لباب الفندق لقيت على البهو الخارجي فيش اللي هما بيلعبوا بيه الامار وعشر فرانكات العشر فرانكات دول مبلغ كويس تقدر ان هي يعني تحتفظ بيه وتعيش ولكن قررت ان هي تروح تلعب تاني راحت لعبت وخرجت وقتها من المكان اللي بيلعبوا فيه امار بحوالي 300 جنيه وده كان رقم كبير قدرت ان هي تقعد بيه حاولت ان هي بقى تدور على الرجل الامريكي اللي ادهها 100 جنيه علشان تاخد منه الخاتم لكن الرجل ده اختفى واضح ان هو كان عارف قيمة الخاتم كويس وقضت قعدتها بباريس ورجعت على مصر ومن ساعتها دايما وانت بتطلع على سيرة ذاتية للفنانة امينة نور الدين هتلاقي ان هما دايما بيقولوا ان هي خسرت كل فلوسها على ترويزة الامار وده المشهور عنها اكتر من ادوارها واكتر من اي حاجة تاني عملتها المهم ان الفنانة امينة نور الدين اعتزلت الفن بشكل نهائي سنة 1956 وكشفت في حوار صحفي ليها عن اسباب اعتزالها قالت ان هي شافت الوسط الفني اشبه بالرمرمة ثابت العمل في السينما واتجهت للعمل في ادارة الفنادق اكدت جمان انها رفضت الجواز من انور وجدي ويحيى شهين في بداية حياتها الفنية وان زوجها الاخير كان اجنبي الجنسية عاشت الفنانة امينة نور الدين بعيدة عن الحياة الفنية وقررت ان هي تنسحب تماما من الاضواء وانشأت فندق وقدرت ان هي توفر في كل اسباب النجاح وده خل الحكومة المصرية والهيئات السياحية تعترف به كفندق من الدرجة الاولى وبرغم بتعادها عن الساحة الفنية كانت العروض الفنية برضو بتنهال عليها وكان المنتجين بيلح عليها ان هي ترجع للحياة الفنية لكنها كانت مش عايزة ابدا ترجع للحياة الفنية وحاول المخرج حسن عبد السلام ان هو يقنحها ان هي ترجع بطلة المصرحية اسمها مجنونة بطة قدام الفنان اميني الهنيدي حاول يعني وخلاص كانتها ترجع ولكن اكتشفت في النهاية ان المصرح هيعطلها عن رعاية ابنها فقررت ان هي تنسحب عن الساحة الفنية دا تتفرغ لمسئوليتها كاوم تمر الايام ويتم اعلان خبر وفاة الفنانة امينة نور الدين يوم 3 يناير في 2002 دي اهم المحطات الفنية والسيرة الذاتية للفنانة امينة نور الدين اتمنى ان انتو تدعو لها بالرحمة وتدعو بالرحمة لكل الناس اللي انتو فقدتوهم وانتو بتحبوهم حلقة النهاردة حلاص خلصت انا مبسوط ان انا كنت معاكم شكرا لكم واشكوا على خير في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة